رب الله العلي العظيم نال الله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولى يا رسول الله صلى الله عليك وعلى هالك الطاهرين المظلومين المغطادين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم ما خاب من تمسك بكم أمنا من جاء إليكم فيا ليتنا كنا معكم شادتي فنخوز خوزا عظيمة يا غنيب يا مظلوم كربلا يا غنيب يا غنيب يا غنيب يا غنيب جرت أسفا العين الغجود على الجسر فما يعيب وعيب وعيب بالحزن لا التجريب سلام سلام على مراب الحوائج والرجاء وعيب يا غنيب يا غنيب تطوف بالآمال في العسر والعين يسري السلام على الدنيا المدائب والرفاء للتكست الدنيا السلام في أمتها العيب بدين وعيب لنه للعين مدانة وعيب أمتها لآية الصغر سلام على حبيب سجدتي التي طوال ترام السجد سرًا على السجد إذا عندك حبيب مغيب هذه الليلًا لك واحد بعيد عنه مغيب في غياه السجود خجد الدعاء بحقها الإمام المغيب في مغيب هذه الليلة لهم أفرج عن كل محبت أنباء الله سلام على الرجل المضائج بينه في ظلم إمام الله لا يشنون السجن نير بنور الصلاة الميل والشفع وال وتري سلام على المهتوك حرمة العشوين إن عشوين وترك بعين الله قاصمة الظهرين لقد جددت أحزان آل محمد قصائب قصائب المسل فاقات مدى قصائب 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 وفي عمق بأبي وهم بكته دمائن حزنا على الكلوده وما فارقته هو ملقا على الجسر جسر جسر يا قلب يوق كمحان تفجار يضرب سجن رجس قلب تفطر ما أشع في الدنيا ولا ساعة هلية سرداد ممنوع جروح كعشات اي منية بس جي ما يعرف لها ثمان عشريا عمو صبر قلبها تفضطر الصبر لكن امر الطاغ تشيل بالجعفر حقامي ايوه الله انت اليوم نشيع جنازة نشوف الانسان العزيز نجول الناس من كل مكان نشيونا ما يخيونا وهذا اربع من الحمار ينشيب امامكم امر الطاغ تشيل بالجعفر حقامي شهال الجنازة ونورشت هنفر وجاجين فارقي جسر جبور ورجعه سناجين وقلوب شيعتهم على البنار تصعر شيعت علي الكرار فتحت عمل شديده شهال الجنازة ورجعه 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام على من الساق المرضوذ بحلق القلوب السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفار طيب وهذا المجلس المطارق بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم اصلي على محمد وآل محمد اللهم اصلي على محمد وآل محمد اللهم اصلي على محمد وآل محمد الامام الكاظم صلى الله عليه خلد في المدينة المنورة عام 27 من هدرة وعلى رواية 128 من هدرة واستشهد كما تعلم احي المؤمن في غياذب السجون في مغدار في عام 183 اللهم احنا لما نقرأ تاريخ الأئمة من جملةهم الامام الكاظم عليه السلام ان المؤرم يأتي بأثر من رواية في المولد والاستشهاد لتاريخ المولد وتاريخ الاستشهاد وهي تكرمت حتى الامام علي بن موسى رضا صلى الله عليه الامام الحسن عليه السلام الزهراء صلى الله عليه قد يتساءل سألي عن هل من الصعوبة أن يحدد المؤرخ تاريخ المولد وتاريخ الاستشهاد ماك مؤرخين يكتبون لأن هذه الظاهرة من شوفها متكررة إلا عند أئمة الهدى عليه وسلم شنو القضية هذا معلوم المصدر ومعلوم المنشأ شنو المعلوم المنشأ لأن تاريخ أهل البيت لم يكتب بفرية هالعصور المريرة بنوا أمي العمر والله وبنوا العقاس من المعدي منعوا تدوين تاريخ أهل البيت بل تدوين كل ما يتعلق بأئمة الهدى عليهم أفر الصلاة والسلام من روى عن عليهم نموذج من روى عن عليهم فهد وداء من روى عن عليهم فاطعوا عنقه من روى عن عليهم فمحوا اسمه من ديوان العطاء يعني تحجيب إلى التاريخ يريدون يمحون تاريخ أهل البيت وغائل أهل البيت ولذلك ترى حقائق كثيرة غيبة في خصوص أهل البيت ولم ترى لواصل عبزة ما هو إلا قليل وإلا حتى الإمام الكاظم لو كان التاريخ منصفا لو وصل إليه التاريخ بما هو أعظم عن الإمام الصلاة والسلام لذلك الذي يدون تاريخ الإمام الكاظر في هذه الفترة وانت تعرف أن الإمام عاصر قوة الدولة العباسية لعلى الله قوة الدولة العباسية وان فؤениها قوة المنصور صلى الله الله المهدي لا خدرت الله الهادي عليه اللعنة وأخرهم هارونا الرشيئك عنه الله دولة عاصره anmans والإمام الكاظر العلي أفضل الصلاة والسلام وانت تدري أن الدولة العباسية كانت في بداياتها يعني هي المتصم على الدولة الأمウية محط الدولة الأموية تتعرض أول ما طلعوا بالشعار أنهم يرجعون للحق لأهل البيت عليهم حقهم الصلاة والسلام هذا الشعار الزائف وبعض الناس أصحاب العقول البسيطة الذين ضاقوا درعا من حكومة بني الملي أمني لكلهم مشوية بني العقاس حتى يرجعون الحق إلى أهل البيت لكن احنا نشوف أن التأريب نسجد بأن الإمامين الصالح والكاظم صلوات الله علي رفض المشاركة في هذه الثورة ولذلك فترة في غاية الألم فترة في غاية الصعوبة فترة في غاية الأسوة يكفيك أن المنصور رعانه الله عندما كان الإمام الصادق يحتضر للسئلة الثلاثة ثم اللقينة أرسل الأمر إلى والي المدينة اقتلوا من يوصي به الإمام من بعد حتى بعد نفتك بعدها بعد نرجع من جديدة اقتلوا من يوصي به الإمام من بعدك يعني الإمام الذي يأتيه من بعدك لكن الأئمة يعلمون النتائج قبل المخدمات يعلمون الغيب لما نقول نعلمون الغيب تقول الكثير يستشهلون علينا شلون تقولون أئماتهم يعلمون الغيب يا رب الله يا رب الله شوك احنا متبول أن الأئمة يعلمون الغيب بطريقة ذاتية لا لا يعلم الغيب بذاته ولو قلنا يعلم الإمام الغيب بذاته كنا كفرنا بالله تبارك وتعالى هذا الشوك بعين فالإمام المعصوم يأتيه بالغيب يعلم الغيب بطريقة كسبية الله تبارك وتعالى يعلمون هذا موغنين أو حرفك إلى المحر أو حيناء إلى أمتي موسى أو حيناء إلينا فعل الخير ورأي المؤمن رحيون أرحاب كيف بإمام المعصوم فالإمام يعلم النتائج قبل المخدمات ولذلك دون في وسية أنه أوصى بخمسة من قرق أوصى بولديه عبد الله الأطباح هذا تنسل إليه جماعة الأطبعي وبالإمام الكاظم وبالمنصور وبوالي المدينة محمد ابن سليمان وبزوجته حميدة اندهش والي المدينة قال تعال يا منصور تأمرنا بالأغل من يوصي بهم وتعال شوف وصية الإمام انت اسمك واسمي فيه لنقتل بعض مرحبا على شنوه قيل خلاص اخفوا وصية الإمام وخلوه هو الإمام صلى الله عليه كثير من الروايات تؤكد بأنه أرد أن يخفي أمر الإمام من بعده خصوصا في هذه الفترة المؤلمة خصوصا في هذه الفترة فالإمام قوله كما ظلم أهل البلد في هذه الحقائف التأريقية والظلم موشي جديد يا مولا إلا الظالم عندما يستخدم الظلم رح شوف الإمام زيد العابدين عليه السلام شي يقول إنما يحتاج إلى الظلم البقيف البقيف إلا ما عندها يحتاج إلى الظلم إنها الظلم دليل بعض وإنما يعجل من يخاف الفوت وهذا أدل دليل على رحف الدولتين الأمورية والأرباسية لأنهما استخدمت الظلم سلاعا في محاربة أهل البيت وفي محاربة شيعة البيت شيعة أدو منذ القديم الزمان تأملوا وشوف الإمام الصادق صلى الله عليه يترحب على شيعة أهل البيت يقول رحم الله شيعة كما فلقد أوذوا فينا ولم نهد فينا هالأدل لم حصلين من أيام قبل المرجعة طراحة ابن عدي لكندي عمر بن الحمق الغزاعي وغيرهم وغيرهم من الذين عادوا الأمرين وصولا إلى أيامنا هذه ورح دوروا إنتم أولا المصائب تنزل على من العالم من جاء على من كل على شيعة لماذا أنك تحمل في عروبك ولا أهل البيت عليه معظم الصلاة والسلام ولو أخفيتم ولا ما تخفي يعرفونك من شكل يقولون هذا من الشيعة أهل البيت وأن تخفي أطلع يرابط طب عليك تروا رابط طب عليك كرطة صلو الصمي عليك قالوا هذا الشيء تهمه الله ولذلك حاربوا أهل البيت وحاربوا أتباع مدرسة أهل البيت على أمر التأريح والإمام الكاظم عصره عرف بالقساوة قاسر عصر الإمام صحيح أول عشر سنوات من ختم المنصور لأصر الإمام صلواته الله يعني لأن مدة إمامة الإمام خمسة وثلاثين سنوات وتأمر معظمها في السجون كما يؤكد المؤرخون لكن أول عشر سنوات هارون المنصور التوانحي لعنه الله اشتغل ببناء مدينة مدينة الخلافة مغداعا بحتاج إلى بناء بحتاج إلى إشارة فاشتغل عن الإمام صلى الله عليه يعني يعني مو بالسورة كاملة الإمام استغل هذه الفترة أخذها يعمل على العلوم علوم أهل البيت وحصن المدينة وأتباعه وتلاميذته بالعلوم عقديا علميا فكريا وأي مجتمع يتحصن من هذه الجوانب هذا مجتمع صعب جدا أن تأتي ثقافة تحية وتدخل عليهم لا صعب من ذلك أنت سوي إلى التجربة وأمام التجربة بيش نسوي التجربة أمام عيون المعود أي وقت الذي ترى فيه الثقافات الغريبة التصرفات الغريبة تدخل فيه مجتمع فاعلم بأننا ابتعدنا خطوة مع المدرسة أهزي البيت صلى الله عليه وليه وقت اللي نحن نبتعد فيه خطوة واحدة تأكد بأن الثقافات الغريبية اتربت إلينا خطوات وخطوات لأن ماكو حصول منيعة تمنع قبلها حصول المنيعة هم أهل البيت عليهم أفضل السنة والسنة وروح دور المجتمعات التي ليس لها علاقة بأهل البيت شنون مضحة ها أحلاقيا ثقافيا اجتماعيا احدا وروح احتاجي حصل الكلام من يتنسك بأهل البيت نعمها بعدها نعمها أكبر نعمة أولاية ولاية أهل البيت هذه أكبر نعم ولاية أهل البيت اللهم تذبتنا على المولايتين والبرادة من أعداء من الله ولذلك أول عشر سنوات الإمام حصر المدينة المنورة فكريا عهديا من الرشيط الى أن جاء عهد المهدين عنه الله خليفة العباس هذا ضيق على الإمام لكن الهادي هو ضيق على الإمام أكبر وتقول رواية اعتقل فيك دمران لكن العصر القاسي هو عصر هارون الرشيد الذي ملأ السجود الذي شدك أهل البيت أتبهاء جوف أنت مولاي ولا واحدة من بنات الإمام الكابل كثير من المؤرخين بلون تزوجت ما تزوجت ليه شيء فيهم نقص بنات الأئمة لا بنات الأئمة ما أشرف الشاسي التقائي راعي كنش عن أهل المهد ليش ما يتزوجون بنات الإمام الكابل إلا واحدة بعض المؤرخ المؤرخ حصر مائب تزوجت ولما أناه زوجها قال والله لأهدتها للحيات فقط للعالم ويوية ضعيفة جدا كنش ما واحدة تصدد ليش ما تعرف ليش لأن من يجرؤ أن يطلب باب الإمام ليطلب واحدة من بناته هذا يضلبها العصر بالليل على طول الجو شالو هذا العذو كان يمو كنش شالو شالو ما تغلو الله وخاله وخاله ما يجرؤ أن يقتل من بناته الإمام بشهو الظلم اللي تعرضت إلى هذه من العالم بشهو أساء أولاد الإمام الكارم وحشوفهم ومولا القاس وغير القاس مؤهوة الإمام اللبع عليه أكبر صناتي والألف سنة وحشوفه بل ياشي تشدت في هذا الفترة السمنية المهمة والضرر الأكبر وضع على الإمام الكاظم عليه السنة والضرر الأكبر هذا العدد كان مميز بين إحوة ويش يقول مميز لأن الإمام الصادق عند أبناء كثيرين مولا وقلنا أن مسألة الإمام كانت شوية مواضحة إلى العيات في بداية ها لكن لما رأوا تميز الإمام عارف بأنه الإمام من بعد وانه وانه وعند عبد الله الأخطأ الذي تنسب إله الأخطأ عند إسماعيل الذي تنسب إله الإسماعيل عند علي بن جعفر فقيم عالم جليل أولاد عزي الحمد هذا علي بن جعفر يكبر الإمام بعشر سنوات أو بثماث سنوات لكن يكون احتراما إلى الإمام ودعا بالعقيد لأن عالم جليل علي بن جعفر حتى لما يجي الإمام إلى المسجد ينزله من دابته يدخله إلى المسجد ياخذ نعم الإمام إلى صوت يجون إلى أهل المدينة يا ابن جعفر ما الذي تفعله بنفسه والمفروض الصغير والكبير يحترون احنا نشوف العكس الآن أتعامل أخاك الأكبر وأنت بهذه الشيبة أخاك الأصغر وأنت بهذه الشيبة يقوم على شيبة في البيضاء قال وما أفعل ولا بيؤهد لله هذه الشيبة لمقصن الإمام وأهلها للصدي أفلا أمع مؤتي الإمام كما تصفه الروايات له هيبة تأخذ بمجامع القلوب هذه السيماغ المؤمنين كل هم هيبة تأخذ بمجامع القلوب شوف هم لوجه السيماغ المؤمنين لكن هذا إمام تعصوص هيبة تأخذ بمجامع القلوب عوما الإمام كان كان من عباد أهل الأرض وكلهم من عباد أهل الأرض لكن تميز الإمام بأبي وأمي تقرأ في اللوايات السلام على صاحب السجدة الطويلة فذن فيه جفهت بأبي وأبي من حول يسن من العباد من الصيام إذا يهدو كالسعفة يهدز كالسعفة في الهواء من عباد أهل الأرض بل إذن لا نقرأ بأن له لك مغيز الإمام لكارب شنو لقبه ها قال رواهب آل بيت محمد الله صلي على محمد رواه محمد يقرأ القرآن بين الطلوعين وتقول الرواية عندما يقرأ القرآن ما مر علي إنسان إلا واستوقفته قراءة إمام من عظمت بل إن الطير تخف تخف بأجنحتها على باب داره عظم هذه الصفات قطعنت أرض الظالم كواحد به العظم الناس عارفين به من كل مكان إلا عين هاروز الرشيد ما هجع إلى بلع ولا ضرت إلى عين إلا عندما عندما اعتقل الإمام هو جئ إلى الحج وجئ إلى المدينة واعتقل الإمام شر سيجر طريقة وأخذ من المدينة وشوف أقرأ عن سجن 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 من المدينة يقول أربعب التاريخ قضى في غيان السجون أربعة عشر عاما هذه رواية وأكو رواية ثانية عشرين عشرين سنة الإمام مغيب في السجن من السجن إلى السجن حتى أربعة عشر سنة أو سبع سنوات على بعض الرواية القديمة عندك حبيب غير عاما عندك واحد مغير في السجن تلقى بتها هذه الليلة مع المغير في سجن تصور في الإمام تصور حالة الإمام يا أمو الله هالسنوات كلها الإمام في سجن فرادي وهذا أسوأ حال إذا أراد أن يعاقبوا الواعدي وكون السجن الفرادي والإمام وحيد فريق من أبي وربي في سجن صحيح أن سجوز الإمام وقلها كان يعبد تعليق جسدي لا مثل سجن الفضل ابن الربيع هذا باعتقل الإمام مخير في سطح المدينة يجي العلي بن سويد هذا الفضل ابن الربيع يقول يا ابن سويد تعال معي يريك عجر يقول أخذني إلى سطح المنزل أشع على ثوق ملقى على الأرض طال يا ابن سويد ما الذي ترى قال ثوق ملقى على الله إمامك من حول يقول ثوق ملقى على الله قال أبعي بصر قال ثوق قال الشويش ابن سويد هذا إمامك كالك وانا متحير بأمر سجوده كبير دموعه غزيرة من يقطع العباد السائل نهار وانطاء من ليلة إلى أن قلوب في آخر حياته إلى طابورة الصندي في شامش كل أحب الله وهذا يضيق على إمام العارف وإحنا نقرأ روايات ومن بعيد على بني العباس وعلى هون نقرأ روايات أن الإمام الكاب في طامورة الصندي بن شانك كان يتعرر إلى ضرب السياط بين فترة وتكور وأنه في سجن في طامورة في مطمان الأراض في حتى نفس للإمام بأبي ربي مظلم ومع القيود ومع الأغلال على بني الإمام ونجل وعن وقم وما تسمع إلا قلقلة القيود والأغلال إلى رضع الإمام أو السجن مظلم يجوا الشيعة إلى ابن سويد يا ابن سويد اكشف لنا أمر الإمام فقد انقطعت أخبارها ما نعرف شعب من نقل وإيها الطال يقول عندي وإيها صداقة على السن يجعله الله يجي إلى ابن سويد يقول اتوسلت أخذ علي العمود ويجم وردين فتح باب الطامورة يقول وإيها صداقة من داخل الطامورة هناك ونفس ماكو داخل طامورة واحد وإيها صداقة وإيها صداقة وإيها صداقة وإيها صداقة تلك المردوة والأغنال في بعضهم يبقى يقول جلس أبكي على حال الإمام فرغم سنات أخذ يمسح الظوء على الإمام رحيم عقوب لا تبكين فيها صداقة قال سيدي يشوفك بهالحال ما يبكين ما يتأذى قال ابن سعد أي سلام شيعة قال سيدي من يراك بهذا الحال ينسى سلام الشيعة لكن يبلغ لك السلام مايق الصدور سيدي ونهونا إيضة الفرد يقول إذا أبلي أمام أخى عيناه إلى الأينين إلى الأرض يلغى سويد قل يهو ينتظرون على جسر الرصافة يلغى جمع رحى بتقلع سيدي قال إيه أطلع أطلع يا بني سويد يسر رصافة يومي الجمع يقول خرجت من عندي الإمام مستبشر يقلع الإمام أضرب على بيوت الشيعة الأبوان البشار البشار إمامكم بيطرع يومي جمع انتظرون على جسر الوصافة موحة نزلت الشيعة إلى الأسواق اشتغت الثياد الجداد الذي على المنازل على المنازل عيد 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 موحة يقول يالثاني أيام بصعيبة الشيعة ينتهرون على جسر الرصافة وما كان من حال الإمام إلا أن جاء إليه برده بالنسوم هذه أيام رجل يعني أئمتنا طبعا الإمام صائب الإمام صائب وأنا ما ينزل في معدتك للقاوية الثالية نالك السم المقيم أكل من ذلك الرطا وأعسني فيه لا سرتي من يلقطع ه بالسكاك أو يلح عرب المعاسي أرب الولاد وإمام وسيداه أخذ يتقيع جمال صار في طاب رد تقلب يمين الشمال ما عاد عند إمام كنتران إن احتضر وقت الاحتضار عند أمي أولاد عن يمين حزوة عن شمال هذا الودعاء هذا يقنى هذا يقدم إلى الماء وقت الاحتضار هذا يعادل إلى القبلة الإمام لم يمين عند أحد أبي سيدي من يمين يجي وك إمام يجي إلى قبل لكن وحيد هذا يكسر الخاطر إبن سويب يقول الإمام من من الوصايا أو صالي الوصية ما انتفت إليها إلا بعد ما مات شميع إبن سويب قال لا تنسحوا الأغيال وأبيع القمود عن جسر إليس سيدي ها تعرف فيه شيء أقرارك هالأبيات وهذا الخيك إلى النصيوة وبتعرف الإمام ليش من القيود والأغيال على جسده وغيره على جسر وصال إنه حج الإمام لكن وين يقول يقول يا أما أنا الكامر يا أما أنا الكامر غريب حال سيدي مراء أنا في وسط سيدي تعال يا زهر قسر الظري والمسماء والعصر طريح وحرق المحسين وجرح لي أبد ما يبون جعل سيدي تعال هو السبب يا يم الحلال برس بسجول تعال يا زهر ونظر هvous والعصر لإنها ألا عصر إيه منتش أشكي منها أحوالي وإنه كيف أتشكي منها أحوالي وإنه وسط بسط ما مضر بسط أنا بسط دور بسط اقبال احباد ويتامي وحاذب عينها تلغب دمي سال وصدريك يفسم سال من الولار ومن الجامعة الدم جرم المذبة السجار وانت سيدي وهذا دم من السير ويجري من فكر رجال تعالي برش فيه ساكم الدمى حمار يتأمل يتأمل في كلام الإمام اقبال دي احبها اسمح شي يقول الإمام يقيل هوا المسجين يا يما اتمنى لم تجيني تنويق العارك وبيع حال تشوفين يوسط عققق ويقعدين بسلاشهم مجلديني يوسط عققق ويقعديني 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 يوسط عققق يوسط عقققق شبه طواله والكفاء الفسره كفاء وترحه أيها إمامة أيها سيدة الشيعة ينتظرون على جسر الرصافة النساء في جانب الرجال في جانب أحلام الفرح المشرة بإيد الأقفاء الرجال في جنازة نحنر على أربع من الحمالين والأغناء المتدلي عن يبينها والشمال حتى أنت ميت سيد ما شاء الأغناء جاءوا بالجنازة فرقوها على الجسر إن تمت الشيعة الميت وعبا بالمنادي النادي من أراد أن يتفرج على إمام الرافضة فليأتي لي أيها الله أيها السيدات من ميت قالوا على موسى بن جعفر لقمة الشيعة عن الصدور نزعوا في كيابا كده منعوا إلى البيوت لبسوا السواد أركس الأعلى من الفرح ونشر أعلى من الحزن وجوه بالإمام للكون يا خلق شفت الجنازة من الحديد المجيدة تمشي حالات لبسوا السواد في الكيابا كده لبسدا يدعوا في السواد وإماما كده هذا غير م trucد ص5 ونشر مجن pos 16 위해서 من حزن ودوض ص5 إماما كده إنblyت كثيرا ايوان ايوانو ايجا اجدلها قالوا هل المرحل انقسر ايوان الرافض ايكون مردوسين جعفور قالوا هل نحل انقسر من سعبين كالعمل اللاعر ادرجو جنازة احجاز ازمادة بتفرجار احجيبوهم عجال يا يتراها تزلزل كور عالم البيت اللي بولاها البيت رمحة من قبل طعم الجنازة سعبوها من أمام الجلاوزة جوز الإمام والسين كفين ونجعل جميع الجنازة تغير علامة طرق أربع الطرق والباب المنادي منادي من أراد أن يشيع الطيب من الطيب فرأتي جهزم شخي عشيرة دل مع السر والسلام دل معشير في جسم من جعفر كفنا جوز الإمام والسين كفركة لتنعجن كفين تغير مع السر والسانة جميع الجنازة تغير علامة طرق أربع الطاق دل معشير اللي بولاها البيت رمحة للعروة ونجعل جميع الفرق أربع الطيب فرق أربع الطاق مشي عاشي وديل عاما والنسية توتو صدرها بسي متوطنها احنا اماما بسي الميد ولا حتغنى يا اخبي وصف ما حتغنى بالإمام بلا لابل اسمع تبالي شي عشان لحارة واش اندر حبوليو سي كي امت مشي عبوكي واحد بتفكر بتشييع مين شاكوز انا العبوكي اول تشييع ايه بسي البلال يمسون بلالي الغريق اذا ما دخلوا على الجسر موقا واحدة وثناثة ايام على ديوار ايه بس شالروا وغسلوا وكفل ايه بسي وحطوا على المعش على سامر العالم شالروا تبليل ما تبليل ؟ ماشي مرحب ش عندك قاله عن غريب انغابة ايه 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 غوا بتشيي حتى رهيت حضار قبل ما تدعش الحر عادي جسستان حالة مرزانة بتنخيم من يشيج مرتب لفتتة بل يترمي على الصعيد من الضوء إذا كانت شريمان من نادع على الإمام وشعلوا ترى النادع على الحسين زائد البعض ابنة أميري مؤمنون سيدة شعوز على جسد العسين قالت لي بني أمي أما فيك كنت بسيز مرحل الشيخ المتشاب الغريب المجزة العالي بليو ويدفل فان البناء ابنة علي وإذا بعشرة مئة بيوه تعمل وقفت زينب أمام الجنازة أباد الدعو وأسأل بالدعا واسمع فينا فأباد حالك الشيء وستهل الإمام اسمع وفتت على جنازة زينب وذكر أنت اليوم بعد مشيع الشباب ومحترك قلوب أهالي ومحلين هاي هاي مش هالو زينب تنادي لأمان تلفتة المعزوز زينب تصير زينب والله لا أعسوا تفصلك فأنا أمنا أعسوا تجير شيئا بس أحسان تجريز يدرس الشغر بالعالة رفس الراسة عن جسمه وبالعالي على الكرم خصة المحل باب البطيك من الهواء مع السراصا ويقا سلاسا في رمان ويهالا إلا أنك يتحضي على أنك صلاة أراض أمور الملائك يا الله يا الله إلا لي محيد بالسجون والمعيّب بالسجون إلا لي مصاحب السجنة الطويل ونهوع المزيد يا لي باب الحرائق تفرج عن كل مخلوق وعيشها إلا هو فتقل الأسرى إن شاء الله نسم الله الرحمن الرحيم أما يجيبوني مضطر إذا دعاره ويكشف السرور أما يجيبوني مضطر إذا دعاره ويكشف السرور أما يجيبوني مضطر إذا دعاره ويكشف إلا لي فتقل عن كل مخلوق وإلا كل مليه يفقق قل كل أسرى أسرى الله يا الله يا راق المؤمنين والنغيات أجمعين للسجنة العلماء والأعلى والأشوداء والأمرار وإلى روحي فقيركم رحم الله وقرأ سورة الفاتحى مع الصلاة وصل على محمد وطار محمد